مرة أخرى يطلق الحوثيون صاروخاً في اتجاه العاصمة السعودية الرياض التحالف بقيادة السعودية أعلن أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه مناطق سكانية مأهولة بالسكان في الرياض وتم تدميره من دون وقوع أي خسائر فيما أكدت وزارة الإعلام السعودية أن الصاروخ إيراني حوثي كما اتهمت تحالف الحوثيين باستخدام المنافذ المخصصة للإغاثة لتهريب الصواريخ فيما شنت طائراته غارات على مواقع الحوثيين جنوب العاصمة اليمنية صنعاء كرد على إطلاق الصاروخ المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الروكن تركي المالكي حذر من أن السيطرة على الأسلحة الباليستية ذات التصنيع الإيراني من قبل منظمات وصفها بالإرهابية ومنها الحوثيون يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي حسب تعبيره وحسب وسائل إعلامية فقد سمع دوي انفجار قوي في أرجاء الرياض قبل ساعات من الكشف عن الموازنة العامة السعودية للعام المقبل والتي يعلنها الملك عادة من قصر اليمامة الحوثيون من جهتهم أعلنوا أنهم استهدفوا قصر اليمامة الملكي في العاصمة السعودية خلال اجتماع لقادة سعوديين فيما أوضح الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام في تغريدة له أن الصاروخ الذي أطلق من نوع فولكينو H2 كما اعتبرت وسائل إعلام تابع للحوثيين أن الصاروخ الباليستي يؤشر على فصل جديد في المواجهة مع السعودية الحوثيون تبنوا في الرابع من نوفمبر الماضي إطلاق صاروخ يبلغ مده نحو 750 كيلو متراً واستهدف مطار الملك خالد في الرياض وتم اعتراضه أيضاً صاروخ اليوم يأتي بعد أيام من كشف الولايات المتحدة أدلة تظهر تزويد إيران للحوثيين بمكونات صواريخ ومعدات عسكرية أخرى وتثبت ما تذهب إليه واشنطن من أن إيران تعرض بسياساتها الاستقرار في المنطقة وهو ما تنفيه عادة السلطات في طهران